موسيقى أهلا حبائنا مشاهدينا ما زلنا في كفر نحوم في الكنيسة الأرتوكسية في منطقة كفر نحوم والمسيح أعلم عن مواضيع عديدة في كفر نحوم واليوم سأتكلم عن من هو الأعظم في ملكوت السموات وهذا كان سؤال التلاميذ اللي تبعوا يسوع واللي عاشوا مع يسوع المسيح فجاءوا ليسوع وسألوه من هو أعظم في ملكوت السموات والمسيح كالمعتاد بجيب أدلة عملية وشاف ولد صغير وجابه إلى الوسط دعا هذا الولد وأعطى الفكرة الرئيسية من العظم في ملكوت السموات وقال للجموع والتلاميذ إن لم ترجعوا وتسيروا مثل هؤلاء الأولاد أو الأطفال لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات وحط هذا الولد مثال أمام التلاميذ وهذا السؤال اندل على شيء بصراحة بدل على الكبرياء وبدل على الأنانية في نفس الوقت لأن هذا السؤال كان بيشغل التلاميذ عدة مرات عندما نقرأ في البشائر وحتى لما كانوا مع المسيح في العلية يعني في آخر ليلة على الأرض قبل الصلب برضو هاي الفكرة كانت بتشغلهم والمسيح قدم لهم مثل هنا ولد والمسيح في العلية أخذ من شفه وغسل أرجل التلاميذ والمسيح علم عن التواضع وأنه التواضع هو الطريق للعظمة الحقيقية وقال وأنا المعلم يعني أنا عم بكون مثل للكم أو كما يقول الكتاب المقدس لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم بسني كانوا متوقعين مناصب واحد على اليمين واحد على اليسار وفيه أصباط وكراس ولأخره فالمسيح وضح كل الفكرة أن العظم الحقيقي أن ترجع وتسير مثل هذا الولد وقال أيضا في نفس سياق الحديث ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا فقد قبلني تخيل فقد قبلني فإذن ما هو هدف الحياة؟ هل تحقيق مطامع مادية أو عظمة أو شهرة أو صيط أو إمكانيات؟ أم أنه في أمور أهم وأعظم في هذه الحياة؟ مكتوب يقاوم الله المستكبرين والرسول قال تسربلوا بالتواضع فإذن المسيح بعلمنا أنه نرجع تسير عندنا زي صفات الأولاد الأولاد الشيء الجميل فيهم أي شيء بين بهروا فيه الأولاد عندهم سرعة أني النسيان يعني بيحفظوش أي مثلا مشكلة أو شيء لشخص آخر الأولاد مثلا عندهم الغفران السريع ما بيخلوها لتاني يوم تتميز حياة الأولاد بالبراءة وهذه البراءة هو تعبير عن دوافع الشخص وأيضا واحد من صفات الأولاد حب التعلم دائما عنده حب استطلاع عاوز يتعلم شيء جديد فمثل ما قلت أنه التواضع هو الطريق للعظمة الحقيقية التواضع هو الطريق للنصرة التواضع هو الطريق للكيان كله بتعبر عن شخصيتك عن هويتك عن من أنت فإذن أحبائي هو الطريق شو يعني لازم تعرف نفسك وتقبل نفسك مثل ما أنت وبكل بساطة بكل تواضع أنك تكون نفسك أنت كل حياتك هي لمجد الله فإذن كالأطفال الاعتماد والاتكال يعني دائما الطفل بيعرف أنه الأب رح يسدد احتياجاته ومش هكلان هم يعني مش عايش بقلق لتاني يوم شو رح يوكل أو يشرب هو خلاص عنده الاتكال عنده هذا الإيمان في والده في أمه أنه رح يهتموا فيه ودايما في حياته راضي مصرور وبيتميز الأولاد طبع الأولاد هو بالثقة الكاملة ولكن شو الدرس اللي المسيح أراد يعلم التلميس سأله مين الأعظم في ملكوت السموات ملكوت السموات ما هواش مراكز أو مناصب الإنسان بيحصل عليها وإن هذا المجد لا يستطيع أن يصل إلا عن طريق التضحية وعن طريق بذل الزات وصلب الزات والحياة والكيان كل ما أنت أي أن لا ترتقي فوق ما ينبغي أن ترتقي حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم الشخص المتواضع هو اللي بيتكل وبيعتمد على الله وبيعرف أنه حياته ومستقبله وأبديته هي كلها في شخص الله طبعاً المسيح وعد التلميذ تجلسون على أصباط أو عكراسي أصباط إسرائيل الأثني عشر أما بنوا الملكوت فلهم الظلمة الخارجية مرات كتير بالذات إحنا اللي جايين من خلفية مسيحية منفكر أنه إلنا الامتياز آه إحنا مسيحيين أو ولدنا في بيت مسيحي أو جايين من بيت في يكاهن أو قسيس أو رجل دين ولكن بالحقيقة المسيح بيعلم عن التواضع وأنك أنت كل شخص ينبغي أن تؤمن بالمسيح فإمكانياتك أو خلفيتك أو الامتيازات اللي كانت عندك ما هيش بتفيدك للخلاص أو الحياة الأبدية وبالحقيقة أنه المسيح ركز على هذا الموضوع وبولوس الرسول ركز على هذا الموضوع بولوس كان عنده امتيازات عظيمة كان أعظم مثقف ودرس في جامعة ترصوص وفي أورشاليم وكان من عيلي يعني كبيرة ومشهورة وفريسة وعبرانة من صبت بنيمين ومختتن وإلى آخر كل هذه الامتيازات قال إني أحسبها نفاية لأجل فضل معرفة المسيح إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعل الدعوة الله العليا في المسيح فالمسيح علم هذا الدرس مش بس للتلاميذ لكل الأجيال إن العظمة الحقيقية تبتدئ بإنكار الذات تبتدئ بالخدمة الحقيقية تبتدئ باتباعك المثال الأعظم يسوع المسيح تبتدئ بالخدمة الحقيقية